اهلا وسهلا فيكم في درس جديد من دروس فريق الهندس التاني مية ان شاء الله اليوم راح نتعرف على اللابل وكيف ممكن نتعامل معه ولشو بنستخدمه واش فائدته في البرنامج طبعا اللابل هو عبارة عن احد عناصر وجهة المستخدم وهذا العنصر ممكن انا استخدمه لحتى اعرض ناص يعني لو جينا هنا على التول بوكس وروحنا على الكمان كنترول وضيفنا اللابل زي ما انتشايفين هذا اللابل انا ممكن بكل بساطة اعرض داخله ناص ااجي هنا على التكست واكتب الناص اللي بدي اياه هذا الناص اللي احنا عرضنا هو ناص اللي احنا كتبناه هنا وهذا بفهم المستخدم كتير شغلات يعني او بدي اضيف زر او بدي اضيف ارشادات للمستخدم ويمكن اضيفها من خلاله طبعا اذا بدي اغير حجم الخط تبعه باجي هنا على الفونت في الوبرباريتيز مش في اليفينتز بارت على التلات مقاط هاي بغير حجم الخط ل 16 او ل 24 طبعا هاي حجم الخط اختلف عندي وممكن يتغير نوع الخط كمان كل سهولة فبالتالي الليبل استخدامه سهل وبسيط جدا الان خلينا نتعرف في نفس الدارس على البوتون عساس انه نتعامل مع البوتون والليبل ونربطهم في بعض بصورة برمجية طيب خلينا نشوف كيف ممكن نضيف زر في الاول هاي بوتون هذا الزر ممكن نضيفه وتحطه في اي مكان هاي الزر اللي نضيفته بدي اغير التكست اللي جوهات الزر بغير اسمه بدل ما هو بوتون واحد نسميه تشينج لابل بدي اخليه يغير الكلام لجوه اللابل الان عشان نفهم كيف نتعامل معهم لازم اعرف انه هذا عبارة عن تكست وهذا عبارة عن تكست لما نغط دبل كليك على البوتون معناها بوتون واحد كليك هيك البرنامج فهم انه اذا نضغط على البوتون واحد بديك تعمل لي اشي شو الاشي اللي بدي اعمله طبعا اللابل له بروباليتيز كتير منها لابل واحد دوت تكست لازم في البداية اعرف اسمه اسمه لابل واحد بضغط عليه ضغطه باخد اسمه من هنا بعدها برجع على الكود بحكي له لابل واحد دوت تكست هيك هو جاهز يستقبل مني النص اللي بدي اياي نحط في لابل واحد نحكي له مثلا انه بوتون كليك يعني غير للنص معنا السطر هذا اللي حضرت جوه بوتون واحد كليك غير للنص اللي جوه اللابل واحد دوت تكست بالنص هذا اللي هو بوتون كليك اذا تم الضغط على هذا الزر نيجي نشغل برناج بضغط هنا سيما ان شايفين اول مضغط على الزر تغير النص من this is a text لبوتون كليك الموضوع جدا سهل وجدا بسيط ومباشر كل اللي عليك تعمله هو انك تستدعي الخاصية تبعة التكست الخاصة باللابل واحد وتعطيها قيمة نصية القيمة نصية زي ما حكينا بتنحط بين علامتين تنصيص زي ما نشايفين هنا بالتالي لابل واحد خاصية التكست تبعته بدأت تستقبل النص هذا وتخليها في اللابل واحد بدل النص اللي موجود اصلا اذا تم الضغط على الزر زي ما حكيت لازم الكودي نكتب بين الاثنين براكت استبعوط البوتون من فاشة كتبه برا وإلا حيطلع عندي مشاكل وإررار طبعا مش لازم ننسى الفاصلة المنقوطة برضو لانها مهمة جدا نفس الوقت انا ممكن اعرض مسج على الشاشة اذا تم الضغط على الزر في عندي خاصية اسمها مسج بوكس دوت شو يعني عرض لي صندوق المسجات وعرض لي نص جواته بدي اعرض نفس النص اللي هو بوتون كليكت بهيك انا لما اضغط على الزر هيصير عندي حدثين مجرد ما اضغط هيتغير هذا النص لبوتون كليكت حتطلع لي شاشة صغيرة اللي هي مسج بوكس بنسميها معروض فيها انه تم الضغط على الزر خلينا نضغط على زي ما نشايفين بوتون كليكت وطلعت لي شاشة المسج اللي هي بوكس مكتوب فيها بوتون كليكت بحط اوكي وبط في البرنامج المسج بوكس دوت شو زي ما حكيت بتارد معلومات للمستخدم بتنبهه بحاجة معينة فبالتالي التعامل معها جدا سهل وجدا بسيط الدرس الجاي ان شاء الله راح نتعرف على التكس بوكس وكيف ممكن اربطه في اللابل وفي المسج وفي البوتون كل سهولة ويصوروا بدون اي مشاكل في حال وجود اي استفسارات ممكن انكوا طرحها في التعليقات او في صندوق الاسئلة والاجوبة اهلا وسهلا فيكم جميعا كان معكم فريق الهندسة التعليمية